السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هتشوف ازاي نتعمل مع برنامج وين موشل وبيفتح الملفات الف بي اكس ولو انت عندك اي منفط الف بي اكس هتفتح مع عضول او ممكن تضبطة بالادنس توين موشن وطيجي انه عند اكس بورت وتقدر تختارها هالمتعي سادة الحقيقة اللي معمولها سيلكت بس يعني انت عملت سيلكت على بعض العناصر او عايز كله اللي تكتشار عايز ان تلسخ معاك ولا لا اللي عايز او الاكس خلود ماب فامينينج الفامينج تتاعت الميبين تتجي معك ولا لا انكلود لينكتش فايلز يعني لو في اي فايل اللي انت عامل لها لينك تتجي معك ولا لا وبعد كده هقول له اكس بورت فايس الضرورة يعيد ملف اف بي اكس وبعد كده هروح هفته وقول له او مبورت وقول له اوبن وروح ما فاتح الملف الاف اي بي اكس باكس فهيبدأ يرى ال data بالشكل دهبط الملف هو موجود معي هو تعمله render بشكل ما يعني اي ملف يدخل بتعمله render بشكل ما وبعدها بتبدأ انت بقى تغير الخصص تحت تدر تعمل import الابطر بالملف وتحطوهم جنب بعض وبتقدر تعملهم move في اي لحظة اي سيلكتر عليهم وبتقدر تعملهم move في اي اتجاز زي ما انت عايز او ممكن رح تعمل لهم rotation لما تحابب نتعمل لهم rotation او ممكن بعد البدا تيجي هنا تقول له context background ممكن تروح نختار background بشكل دوت rotation فيتدود حركه بشكل دوت ممكن تقول له انا عايز اعمل حدد المكان ايجيب لك خريطة تبدأ تحدد فيه المكان على اساس هيأثر فيه الزلو كده وتقدر تختار من هنا الشهر واتجاه الشمال نقدر نتحكم فيه بصورة زي ما تشاهد وبعدها تقدر تاخد صورة image او panorama او video او bim motion زي ما انت عايز وتقدر في اي لحظة تغير الوقت وبعدها تقدر تيجي هنا تروح نصدر الصور تمام وتقول له صدر panorama صدر حتى انت عمل التباسل لك video bim motion وبعدها تقول له start export وتحدد الفولدر اللي عايز صدر لي الصور والفيديوهات والشغل تلك ترجمة نانسي قنقر سيجب شكرا